النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون ويجعله شهر خير وبركة وفرج وسرور وبالعودة لتفاصيل النشرة تظهر الخراءة طبقات الجو السطحية سيطرة واسعة لمرتفعين جوياً سطحية على أجزاء واسعة من حوض البحر الأبير المتوسط الشرقي هذا المرتفع الجوي يصل بانتدادة حتى مناطق بلاد الشام لإلزامة مع وجود مرتفعين جوياً آخر تمركز شرق تركيا كلا المرتفعان الجوياً مدعوماً علوياً بمرتفعين جوياً شبه مدارياً علوي مترافقين مع كتلة هوائية حارة نسبياً هذه المنظومة الجوية من التوقع بعد مشيات الله تعالى أن تفرض طقساً مستقراً مشمساً وحاراً نسبياً وعليه يكون طقس اليوم السبت بإذن الله تعالى مشمساً مستقراً وحاراً نسبياً مع انتشار ضعيف لبعض الصحاب مع ساعات بعض العصر ترتفع درجات حارة اليوم السبت تسجل سعرشين درجة ميوية نهاراً وتنخفض ليلاً إلى إذاعش درجة تعمل أنظمة الطاقة الشمسية بكفاء عالية وتتحرك الرياح الشرقية والشمالية الشرقية بسرعة 12 كم في الساعة بالنسبة لنهار يوم غد الأحد تصبح تأثيرات المرتفع الجوي أوضح حيث يسيطر على أجزاء واسعة من البلاد مع تواجد امتداد ضعيف لمخفض البحر الأحمر يكون التقص بصفة عامة مشمسة مع انتشار ضعيف لبعض السحب تنخفض درجات الحرارة لتسجل 26 درجة ميوية نهاراً وتصل ليلاً إلى ثمان درجات تنشط حركة الرياح الغربية من المتوقع أن تلامس سرعة 30 كم في الساعة وتصل سرعة بعض الهبات 45 كم في الساعة تعمل أنظمة الطاقة الشمسية بكفاءة عالية مع ساعات نهار الاثنين بإذن الله تستمر الأجواء المستقرة والمشمسة والحارة نسبياً مع انتشار للسحب العالية والرقيقة درجات الحرارة المتوقع نهار الاثنين 28 درجة ميوية نهاراً وتنخفض ليلاً إلى 10 درجات تستمر حركة الرياح المتوسطة إلى نسطة وتكون من الجهة الغربية بسرعة 22 كم في الساعة كما تعمل أنظمة الطاقة الشمسية الاثنين بكفاءة متوسطة إلى عالية بالنسبة للتوقعات متوسطة وبعيدة للمدى من المتوقع أن تستمر الأجواء المستقرة خلال الثلث الأول من شهر نيسان على أن تأثر بمخفضين جوياً خماسينياً على شكل أجواء غائمة ومغبرة قليلاً اعتباراً من نهار الثلاثة في حين تبقى فرص حضور المطرين مستبعدة خلال قادم الأيام والله أعلم هذا كان كل ما يتعلق بحالة الطاقة المتوقعة قادم الأيام أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون